طيب نبدأ سريعا بقى نادي الأهلي شايف أداء نادي الأهلي إزاي مارسل كولر السنادي مع نادي الأهلي قبيل صفروا ليه كأس الأعلام ليه الأندية انت شايفه إزاي شايف قطة اللعب إزاي والتكتيك بتاعه إزاي خليه متفقين يعني الأهلي عنده عمق سكواد والأهلي يعتبرت دلوقتي في الفترة الحالية الأفضل والأكوى من حيث أمور الفنية من حيث أمور التكتيكية من حيث عمق السكواد الميدي أرتحية الكولر أفقاد كتير أوي سواء في الشامبيزيج الأفريقية مؤخرتا أو حتى في الدورة عمق السكواد المصطلح ده أول مرة أسمعه يعني أنت بالبلد كده أنت عندك عناصر كتيرة في مراكز عندك بدل قلب تسعى واحد عندك تلاتة واربعة بدل ما يكون عندك جناح واحد أو جناحين عندك أربعة وخمسة وستة أنت بتقدر تستفاد أو بتقدر تشكل التوليفة اللي أنت عاوزها بناء على الخصل والمسابقة اللي أنت بتلعب فيها وبناء على خطة الفريل أو صادق ده طبيعي طيب نتكلم باستفادة أكتر الأهلي أو إحنا كتير سمعنا أن التدوير اللعيبة بيسبب مشاكل فنية في المرعب ده جزء كتير يعني تدوير اللعيبة تدوير اللعيبة أن أنا عندي الحضاث عليبتها المرعب اللي بيشاركوا في الأهلي بصفقة أسية كسرة المطشاط بتوجب على المدير الفني أنه هو لازم عشان اللعيب ده بني أهدا في الأوقف آخر عنده قدرات ذهنية قدرات بدنية قدرات نفسية أكيد في عامل مؤثرة أو خارجية ممكن تأثر عليه مع قرب المطشات كل تلات يام مطش مع طبعا مشاركة الأهلي في الدور الأفريقي ثم تشامبيونزيجي لسه بدأ من حوالي أسبوعين كل دي كلها بتفرض على كلها أن أنت لازم تقدر تدور اللعيبة بشيء نوع من الأنواع الترفية شوي أو معنا أصح ما تحسش أو اللعيبة ما تحسش أن فيه نقص في السكواد فيأثر على أفكارك أو يأثر على أنماطك سواء على صعيد الهجوم أو صعيد الدفاعي طب أنا ممكن أن أستوقفك هنا فترة من الفترات أعتقد الموسم قبل اللي فات لومنا على المدير الفني أنه نظرا لمشاركة الأهلي في العديد من البطلات ما كانش بيعمل روتيشن فوقتها كنا بنلوم على المدير الفني هو أنت ليه مش بتعمل روتيشن دلوقتي الراجل بيعمل روتيشن يعني طب الجمهور عايز إيه ما هو الكسة مش في روتيشن نفسه في كيفية روتيشن أنت بتغير روتيشن ده ما يفعش أنت تدخل بالعمود الفقر تبقى الفرق وكلمة العمود الفقر تبقى الفرق حارس مرمى اتنين سنت ربكين واحد منهم ما يفعش تغير في كل خط تلات لعيبة أو اتنين على قل لعيب واحد نص الملعب اللي أنت بكراش من خطة الأهلي أربعة تلاتة تلاتة فصعب قوي أنت في خط الدفاع تغير مثلا تلات عناصر يحصل بالانس في نص الملعب أنت بتلعب تلاتة نص الملعب بأدوار مركبة تسند الاتنين التمانية لما بيخشوا بيضموا الجوة أجناحة عكسية عشان قطر الأجناحة الرئاسية بتاعت الأهلي بتبتدي تضم أكتر جنب المهاجم ثم بتعمل استردش الملعب بالأزيرة فصعب أنت كل ماتش تغير على قل لاتنين من التلاتة خصوصا أن نيكولر دايما طالب من الاتنين التمانيتين بتوعه واجب دفاعي أهم من الواجب اللجومي لو أول ما الأهلي يفقد الكرة أول أو تاني خط دغط على طول يضغطوا يستردوها في قل وقت ممكن ودي نقطة الأهلي يعني أرقامه بناء اللي احنا هنكلم فيها يعني في أفريقيا إن الأهلي دايما في أفريقيا غير أهلي في دور المصر الجزئة الثالثة نرجع للورتيشن إن في السلاسي الأمامي الاتنين الأجنحة أول مهاجم اللي عليه طبعا ألم تستفهم أيا كان هو مين وهنا طبعا فترة فاتت بنشوف كهربا بصفة دايما على الرغم زي ما حالك عارفوا السادة المشاهدين كهربا يعتبر مش مهاجم رئيسي لكن طبعا عشان عدم موجود مهاجم وعدم جهازات مودست فبالتالي القائم بأعمال المهاجم بالزبط كده أه فبالتالي بقى كهربا يعتبر عنصر أساسي في خط الهجوم فإنت لازم على أقل التلاتة سواء الأتنين أجنح أول مهاجم على أقل واحد أو اتنين فإنت total تغييرك أو الروتيشن أنت بيستخدمه من أربع لخمس عيبة بالكتير لكن إيه اللي بيحصل أنت بتلاقي سبع وتمع اللعيبة في الملعب ممكن يوصل له للتسعة فبالتالي الأفكار اللي كولر بيديها للعيبة مش بتظهر بالجودة بنفس الطريقة أو الأسلوب اللعيبة موجودة الأساسية فبالتالي بتلاقي فيه نوع من عنوع الخلل الفني شواء في الملعب